اشتركوا في القناة فالمحادثات تناولت محاور عديدة ومواضيع مهمة ولعل اول محطة هي دعوة الرئيس الفنزولي نيكولا مادورو للرئيس عبد المجيد تبون لزيارة بلدنا فينزولا العام المقبل وللتذكير الرئيس مادورو كان سعيدا بزيارته الاخيرة للجزائر والتي اثمرت بالانضاء على العديد من الاتفاقيات التي تشمل التعاون الاقتصادي منها ما يخص مجال البترول والغاز الذي يجمع البلدين في منظمة الاوبك الى جانب ذلك ركزنا في توسيع الشراكة في مجال النقل الجوي والتي توجت بفتح خط جوي جديد بين الجزائر وكراكاس في الحقيقة الجزائر وفنزولا تربطهما علاقة اخوة اكثر من علاقة صداقة فالنظرة المستقبلية المشتركة للقضايا السياسية الهامة كالقضية الصحراوية والقضية الفلسطينية تعكسان نفس الرؤى خلال كل هذه الفترة التي قضيتها كان الشعور انني اعيش في بلد ثاني واتمنى زيارة هذا البلد الرائع مرة اخرى شكرا جزيلا